هل تعتقد بأن دولا مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أو حتى تركيا مع هذه التفاصيل مع هذه التقارير أن إيران رفعت التخصيب بنسبة 84% وهناك يورانيوم مخصب بهذه النسبة الخطيرة للغاية بأن هذه الدول ستضغط على الإدارة الأمريكية وستقول لهم اسمحوا لنا أيضا أن نطور بنانة تحتية النووية لكي نحاول أن نرى ما الذي سيحدث بينكم وبين الإيرانيين لأن هذه مسألة أمن قومي وردع مهمة قد تحدثنا عنها كثيرا معكم هل تعتقد بأن بايدن سيتعرض إلى ضغط من هذه الدول أيضا وليست فقط قصة وصول إيران للقنبلة النووية نعم ربما يقومون بهذا الأمر دون انتظار لضوء الأخضر من الولايات المتحدة نعم ما تقوله أنت محق فيه يمكن فعلا أن يقود هذا الدول التي ذكرتها لأن تتخذ خطوات مستقلة لمسارها النووي وهذا يضيف زيتا إلى النار في المنطقة بأكملها وكذلك مثل تحديا للعالم ينبغي أن تضع في ذهنك دوما بأن السعودية منذ عدة سنوات قد مولت تطوير المعاهدة المتعلقة بالأسلحة النووية فإذن بالأخذ بهذه العلاقة مع السعودية تصاعب حصول على السلاح النووي ليس فقط الطاقة النووية وبسبب هذه العلاقة بين هاتين الدولتين فإذن السعودية يمكن فعلا أن تتواصل في هذا الأمر وإلى حد الآن هي تحت ضغط شديد ليس فقط من الولايات المتحدة ولكن من الغرب بأن لا تتوجه إلى هذا المسار ولكن قد يشعرون بأنه يتوجب عليهم اتخاذ هذا المسار إذا واصلت إيران في مسارها هذا ولذلك فأنت ترى العلاقات ما بين إسرائيل والسعودية تصبح مفيدة لكل الطرفين لأن الإسرائيليين يمكن أيضا أن يساعدوا السعودية في أي تطور نووي يرغبون فيه مع أنه قد يكون ليس هذا هو الصواب ولكن السعودين يمكن أن يتواصلوا ويحصلوا على أي تكنولوجيا ممكنة تساعدهم لتطوير برامجهم الخاصة إما من أجل الطاقة النووية أو السلاح النووي هذا هو سؤال المطروح الذي سيجعل الأمور محفوفة بالمخاطر أكثر وكذلك سيقدم إمكانية أكبر لإيران والسعودية ليتوجها إلى هذا الأمر عسكريا لأن قوة نووية ضد الأخرى وبالأخذ بعين لاعتبار المعارضة الطائفية بينهما وكل طرف لديه سلاح نووي لن يكون هناك إمكانية للسيطرة على أي جانب خاصة بالأخذ بعين لاعتبار التأثير المتناقص للولايات المتحدة وكذلك فإن الأمر سيعتمد على ما ترغب روسيا في أن تطبقه مثلا ضغط على إيران لألا تسير في هذا المنح ولألا تتوجه إلى تطوير السلاح النووي ولكن إذا توجهوا أكثر في هذا الطريق فهناك احتمال كبير لأن تضغط السعودية على الجميع للسماح لهم باتخاذ المسار النووي كذلك ولن يكون هناك الكثير بين يدي الولايات المتحدة لأن علاقاتها مع السعودية حاليا يعني في حالة فوضى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر